سلاقي اللي بدك تشوفينا صحيح وبتمنى تكون اخر مرة شوفيك فيها طب يعني نلتقى من وقت لوقت حتى لو بالصدفة نحنا عايشين في بيت واحد ما رح يكون فيه صدفة سمعيني منيح نسرين باي اللي كان عايزك وعايز خدماتك مات ماما اللي ربتك وحبتك اكتر منه ماتت خي ربيع اللي كان يحميك صار بآخر الدني وما في أمل يرجع بالوقت الحاضر فهمت قصدي فهمت الكلام ما فهمت قصدي انا والست زينة ستات هالبيت انت ما قلك في شي حتى التياب اللي عليك من نقلك بس رحكون طيبة معيك خد الشنة وحط اغراضيك فيها وترك البيت الليلة فاكري ميح بها الطلب وبكرا عطينا جواب خليك بقاردك وخدي الجواب مني هلع بكرا يمكن تصحب دني انا احب شوفك مرمي برا بحال بردو تحت الشتة مش لأنه بردو شتة ما رح اترك البيت انا ربيد فيه وعشت فيه ومش نيوي يطلع منه وقلع القبر رح بتكوني بالقبر اليوم اذا ما رح تطلع من البيت لو اعمار الناس بيد الناس ما بقي مخلوق على الارض اذا نيويين عشر فكروا من يحمل بيتكن تعملو هي كلمة ورد غطاقها اذا خايف من الشار روح افتح الباب ونقلعي لا انا ولست زينة بدنا اياكي عنا وببيتنا البيت مش قليك وحديك البيت قليك ولا ربيع لما ربيع بيطلب مني اترك بترك ربيع جاوزة وانت خادمي عنده وعندي ما تجيبي صيرته على لسانك انا خادمي بالارض اللي عم بتعيشكن والطعميكن وتستجوعكن استغنينا عن خدماتك لا بدنا اياكي ولا بدنا الارض رح تندم وقزة بعتوها الارض بتحميكن كل العمر المصاري وصخ اليدان قوين تخلص عيني ما شافي تققح منك منت بعد ناقص تدخل بحياتنا منبيع او ما منبيع هذا الشي ما بيخصك ابدا بيخص ربيع وربيع ما بدو يبيع الارض طوالتوا بالكن علي كتير كتير عم بتعطوا اوج اذا ما قبلت تنقلي انا برميلكون يا برا هيدا الكلام عايب يا سيد فادي حتى قليل الوفا ما بيرمي البنت اللي اكل من عرق شبينا براة البيت فاعلت بنت واقحة عم بتقول للسانك وتقبل الرأس علي تعالى اللي بيخص عمو فيك تركلي يا وحش كشنير يا بلا أخلي تركلي يا فاجل تركلي يا فاجل يا فاجل تركلي تكسر وحش بسيكون ايديا بلا وفا بلا دمير بلا دمير بحوش تركوه لي تركوه لي تركلي يا فاجل 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 السلين 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 مازين 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 يا مازين 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 خير شو بدك يا سنة؟ كنت نايم؟ بين النايم والفيق ما سمعت شي؟ سمعت يمكن رانيا عم تصرق على الزوجة وأنا ما بحب تدخل بهالأمور أنا قوتي قريبة أكتر ما كأنه صوت رانيا صوت مين بدي يكون؟ يمكن صوت نسرين نسرين بقودتها فتحت القودة ما في حدا بيلي مشغول عليها، أنا طالع على البيت لفوق وأنا طالع معي ترجع خايفة ترجع؟ ماشيها في حدا أكيد راحت حلت عنا واختفت من حياتنا معقولة ترجع لا بنت الحرام أسكى من هيك تعرف أنه رح نرجع نرميها بره من جديد كانت مثل الهمة على القلب وأخيرا أنت خلصت منها وأنا خلصت منها ما كانت همه بس كانت مثل الكبوس بحياتي خلت الماما تهتم فيها أكتر ما تهتم فيها وخلت ربيعي يعيش معي كأنك أخته بعد الزواج ست رانيا نسرين منا بقضطة فتشت عليها البيت كله كل زاوية كل قرنة ما كنا نلاقيها نسرين تركت البيت تركت تركت لواني ست يدلي أنا نسرين غسل مقطوع من شجرة لعند أهل ولعند أرايق لوان بدأ تروح ولعند مين لأرض تصد ما ترد جعل عمرة ما ترجع هيد البنت لتسمكة البحر يا ست إذا بتترك بيئتها وبيتها بتختنق بتموت ولا مرة كان عندها بيت ماما لمتها عن الطريق وأنا رجعتها على المطرح اللي إجيت منه شحطيها طرطيها من الباب اللي ما عاجبه ينحقه أنا ما عايزي خدعمه كنت صغيري وربيتي بين إيدي وإيدان مازن حرام تكوني قاسي علينا هالقد مني ما تجوني لكم كنتوا عم تاخدوا إجرى الترباية ما تعبت من هالوقفة على الشباك تأخر كتير كل يزم يوصل من ساعة وأكتر عاد ارتاحي لما يوصل كلنا حنعرف أنه وصل ما بعتقدش تقتيله هالقد عندي حشرية أعرف كيف رح يقابلني من بعد كل هالغيبة على البيت ربيع بوصل ويني يا سرين رح تتشوفني سرين قبل ما تجي على البيت ما في منك أمل ما في منك أمل أبدا ويني سرين يا رانيا ما حدا بيعرف وين سرين تركت من دون ما تعتق أي عنوان روح نسرين معلقة بها البات وبها الأرض بدل الحقيقة من دون كذب ومن دون لف ودوران وين سرين تركت الضيعة وراحت مع شابة أمي المستقبلة بيظهر البنت كانت مغرومة سدها لك بي كان يعرف أنك محتالي وكذب وكشاشة وانتهزة ربيع ما بسمح لك أبدا أبدا أنك لين جوزة ربيع عزيز على قلبي أنا مستعد سامحه بس بشرط ما أسمع منه هالحكي مرة تانية أني عايزك ولا طالب منك أنك تسامحني كلام اللي قلته هو صورة عنك وبيشبهك أنت غلطان يا ربيع جوزة إنسان طيب وقلبه أبيض إذا كنت زعلان أنه إنه نسرين تركت البيت ما قالك حق تزعل مني أنا مخصني بالموضوع نسرين بالنسبة لقلي كتاب مفتوح يا رانيا أنا بعرف كيف تفكر وكيف تتصرف لو ما كان في بيها البات عقارب وقفها عسامة والدياب كاسرة ما تركت كيف سلختوها من بيتها كيف كيف أحكي قولي وينا نسرين يا رانيا وينا نسرين وينا نسرين ربيع بيكفي أنا تحملت إهانتك لقلي بس مني قادر أتحمل أساوتك على رانيا يعني بشو معلك عم تقسى علي كرميل وحدة مش معروف أصلا من فصلة وينا نسرين يا رانيا وينا ما في أي خبر عنا إنقلعت من هالأرض بتمنى من كل قلبي تكون روحة بلا راجعة ترطيها؟ شحطة ربنا ما رح يسامحك رح تنمي كل عمرك وكل حياتك على الإجرام اللي عملتين ما كان حدا طيقة أو هي أو نحنا بهالبيت منو خيار صعب بالنسبة لألي أكيد هي رجع وخد البيت والمساحة لحول البيت وسكنها فيه وعتينا الأرض خدي الأرض الله لا يهنيك بحق من بكرة رح فتش عليها رجع على بيتها مبروك فادي مبروك لألي وألف مبروك لألك يعيون فادي صار في حاجز بيني وبينك وطنك عم يكبر ليسا مايتو حاجز العكس هو صحيح قريبا انت رح تصير باي وانا رح تصير قام وهيدا الشي رح يجمعنا كل العمر مرحبا مطار أهلا يا ربيا أهلا تفضل ارتاح شو كبابا؟ شو الظاهر بعدك عم تفتش عن سرين يا ربيا؟ لما أخليت بيت إلا ما دقيت بابه حتى أني فتشت عليها بالمغاور بالوديان وبالبيوت المهدمة ما كنت لقيها يوم لي سألتني عنها قلتلك أنا أنه فتشت كتير وكبين أنا ما كنت لقيها أنا خايف يا مختار أنا خايف وعندي قلق وبيني مشغول على البنت أنا متلك خايف علي لكن عندي أمل أن رح ترجع ياريت يا مختار ياريت نسرين تركت البيت مزلولي ومنهارة وكرمتها مجروحة خايف معه تشوفها بحياتي خايف عندي أحساس أنه ما تركت البيت برضاها أبدا أحساسك بمحلو هي ما تركت البيت برضاها أبدا كنت عارف كنت عارف كيف فيك تساعدني؟ لازم لقيها بأي طريقة بأي تمن تمن رح أعمل جادة رح أعمل المستحيل هدي خدمة العمر ولا ممكن إنسيلك إيها بحياتي شو نوي تعمل؟ رح أتصل بكلم خطير الضيعة القريبة والبعيدة حتى يخبروني إذا حدا من الأهلي شاء بنت غريبة اسمها نسرين ممنونك يا مختار غياب نسرين جرح بالقلب واضح إنو هالبنت بتعني لك كتير يا ربيع كتير قليل يا مختار يوم اللي حبيتك كان عمره أربعة ستين وكنت يتيمي لقيت أمي بالحقل وشبت عرباتي موسيقى في حليب سخم وفي زبدي ومربع ولي بحب البيض المقلي كمانة موجود أنا كتير جوعان الجوعان بيغسر فيجو بسرعة حتى ما يجوع أكتر شو هاي ده؟ يلا تحرك ما بقى تضيع مقت فيش هون تحت الجريم ضيقنا مين نيام هون؟ ما حدا هي حبة تتنام عندك لأنك سبي شاطر ولطيف نعم يا مختار نسرين بتعنيله الطفولة والمراهقة والشباب اللي بينا سوها يوم بيوم شهر بشهر سنة بسنة أول مرة بحس إنه نسرين سلقت عني ومن حياتي كتير محلق فيها كأنك كأنك بتحبه يا ربيع أنت مزوج شنو هالحب؟ حب الطاهر الصادق الشريف الصافي من دون أي دنس يا مختار يلا لكم هيك تب العدل صحيح أنا كمحامي بقدر أخلص كل المعاملات هيدا بعد التوكيل اللي اللي معك من رانيا والتوكيل من خيارة بي طبعا نحنا مستعدين نعمل أي شي بتطلبوا منا شرط إن القصة ما تاخد كتير وقت لما نحنا كتير مستعجلين المعاملات بدى 15 يوم على شو مستعجلين؟ رانيا، رانيا بدا تبيع الأرض هالأرض طيبة وطرابة من قيمة الدهب حرام رانيا تبيعه منا بحاجة إلى يمكن أنتم منكم بحاجة إلى لكن هالأرض عم تطعميكم وطعمينيات الناس من خيراتها هيدا عادة عن الفلاحين اللي عم شتغلوا فيها والمقاولين وشغيلة الشحن وعمال الأبان ومحلات الخضرة والفواكة والحبوب ما تعملوا هالغلطة وطبيعوها أرجاع حكيه مع رانيا بل كي بتغير رأيها رانيا منا مسؤولة عن كل هالناس اللي ذكرتهم يا موم اللي عنا بتكفينا إذا بعتوا الأرض همونكم رح تزيد أكتر بدك متوخزني يا أستاذ بس نحنا جايين لهون لحتى حضرتك تخلص لعلمعاملات يعني مش لحتى ناخد هالأد نصايح أنا عطيت رأيي وكل واحد حر برأيوا بتصرفاته شرفوا اللي عندي بكرة مع ربيع حتى نعمل التوكيل رح جيب معي كل المستندات المستندات مع هويتك وهويت رانيا وهويت ربيع أكيد شكرا أستاذ شكرا أستاذا يا هلا أغبية أغبية بتاخد بعض قهوية مختار دي صار الساعة الساعة عشرة شو بعده عبيعمر برارات البيت للساعة عشرة بالليل صار لشهور بيترك البيت الصبح وما بيرجع إلا بالليل لوين بيروح؟ بيروح يفتش على نسرين موسيقى موسيقى تباعد بدي عن طرق دير جي بي آم تكرم موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 سعيدة اشتركوا في القناة 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 الدهري بيقسى بيصير كل واحد همه عقب هذا كلام الفلاحين والناس البسطة ما انه كلام الخواجات كل شي بقول انك زالان مثلي خواجة عربية قبل ما جيوك لازم تقول لي تفضل ناوي تزورني؟ ابدا ما خطر عبالي انه اللي مثلك يفوتوا على بات اللي مثلي تفضل تفضل شكرا تفضل تفضل خواجة شكرا تفضل ارتاح نسرين تركت البيت وانقطعت اخبارها خايف عليها تتبهدل وتتشرط البندلع مكسور لا ام ولا بي ولا قريب اذا تعرف اي خبر عنها ما تخبي علي مختار تسألني نفس السؤال وقلت له يا ريت بعرف انا ما خلت ولا محل اللي ما فتشت عليها فيه ما خلت ولا انسان اللي ما اسألته عنه يا ريت بعرف هي وان وباي ارض كنت بروح بشوفها وبتطمن وبطمن كل اهل الطيعة لهيلي كلهم زعلانين متلي ومتلك زعلانين وخيفانين عليها وقلت المقطوع من الشجرة بيه بس ما حدا اقدي زعلان ولا حدا اقدي خايف عليها ما كان لازم تبيعه الارض بيع الارض هالجارة تركت الارض لرانيان واخدت البيت حتى تعيش فيه نسرين كل العمر بتكون هي الست بيع البيت شو اللي هجرة منه؟ لقلو بالسودا هجرتها وقلت الوفا والحقد الاعمى والغيري من طيبة نسرين ونزيهة نسرين ظهرت قلب نسرين متوخزني اخواجع بالزمان لما كنت شوفني مع نسرين كنت تهجمني وتقس علي بالكلام هلأ حديثك معي كأنه من صديق لصديق كما دي علاقتك مع نسرين ما تتعدى الصدقة وانت كنت تحبه اذا كلامي ما بيزعجك وبتوسع صدرك بيقلك نعم كنت حبه بس نسرين ما عطتني اي امل الا ان يكون صديقه بس تلعت او بعد تلعت نسرين وفيه وصادقه وانا ربحت صداقته بس للأسف اليوم انا خسرت هالصداقة وانت خسرت مع المتحقة الممتازة خسرت اكبر من هيك بكتير اكبر واكتر اكبر واكتر اذا عرفت عنا شيء بخبرني رح كون اول مني خبرك شكرا ما انتوخزني بهالكلمة لو ماكنت مجوز كان فكرة رحلة بعيد خاطرك مع السلامة كان عندي شك بس اليوم تكتنا بحبه عوافي يا مختار عوافي يا ابو سعيد خليك بقى ارضك مختار خليك بدي اسألك عن هالبنت اي بنت هاي البنت الحلوة اللي كانت تشتغل عند المرحومة الجيه كتير بنيت تشتغلو اي واحدة منه عم بسألك عن البنت اللي ربيت عنده بالبيت لحظة لو اتذكرلك اسمها ذكرتي صايرة ضعيفة شو كانت تشتغل عنده هي كانت تشتغل عنده الكل بالكل ما تكون نسرين هي بزيتا دخلك رجعت من السفر او بعد ما رجعت شو عرفك انه سفري ولوين سفر نزل عنا الحمل تخبرك نزل صباح خير صلاح خير حضرتك المختار هنا تفضل ارتاع شكرا اول مرة بشوفك ما باعتقد من سكان شبال لا انا جاي وطالب منك خدمة بتمنى انك تساعدني اذا بقدر ساعي تكرم عينك شوف طلبك بنت من القرايب اسمها نسرين نزلت بساحل شبال بعد الهلا ما رجعت عالبات وحضرتك المختار بتبتعرف كل الناس بتعرف الغريب من اهل المدينة انا جاي اسألك اذا شفت بنت غريبة عن جبال شو هالسؤال يا ابني كل يوم بشوف نسوان كتير وبنات والرجال بيعلم ديني هي من عمري شعرك السنائي عيون عسليات طولها متر وسبعين تقريبا هيك يعني حتى لو عندي زيكرة خلد ما رح تذكر اني وصفتها هي بتمتاز عن غيره انها كتير شاطرة بالزراع وبإدارة الحقل يمكن تكون عم تشتغل على حدها بشبال شو اسمها بالكاميل نسرين ابوها امين والعلي سلمان اول مرة بسمع بهالاسم اذا ما بده شي معاملي اول السكن ما رح تيجي لعندي شكرا مختار انا اخدت وقتك في شايفك كتير متأثر على غياب هالبنت اكتر ما تتصور اذا موجودة بشبال وعن تشتغل بده تشتري وتاكل صحيح اسأل عنا بيت كاكين السماني فكرة واذا بده شي مشيه او كندرة شوف محلات الاحزيه باعك حر مختار انا بشكرك بخاطرك مع السليم شكرا مصورة في نهاية موسيقى 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 هربت تحكي عربي كتير منيح؟ كل يوم يجب أنت وياكي على طول ce يعني تحكي قراربي أنا لازم تمرين كنت بنتي أسأل إذا رح تحبني وتبقى معي على طول على طول على طول علشان أنا بحبك كتير كتير وأنا بحبك وبدأي أبقى معك اشتركوا في القناة وين كنتي؟ بالشغل مع الضابط بعدين أنت شو خصيك؟ ضروري وصلك على البيت مش حلوة بحقك إنسان مهزب شو فيها إذا وصلنا؟ فيها كتير الناس عم تحكي عليكي ما عاجبهم أبدا هالشغل مع الضابط شو اللي بيعجبهم؟ أني أترك الوظيفة والمعاشو قاعد بالبيت؟ هيدا الشغل منه لست طلبي منه يرجع جوزك كرمين سمعتيك يا بنتي منه عاجبه وما بده إياه؟ ليه منه عاجبه؟ أكيد فيه سبب ما عادي ينفعوا بالترجمة وإنتي عاجبتي أكتر؟ لهلأ عاجبته أكتر بشو؟ خلي نيتك صافية يا سناء أنا عاجبته بالشغل يمكن أنا ما بحق اللي أعطيكي نصايح بس منهم حبتي بقليك فكر ببيك وفكر بأمك صاروا مزعجين كثير منيك ومنحكي الناس هن اللي وصلوني لهون ضغطوا علي حتى حبوا وشجعوني اتزوجوا صوروا لي الحياة معه حياة حلوة وفيه ورثة وفيه مال كان همون الواحد أني اتجوزوا بس حتى ساعدهم مانك أفضل منهم؟ انت كميك انت تمعاني بالورثة والمال ورميتي حالك عليك سناء ما تتطولي علي كتير أنا حرة ولما بصير في عندي رجال ببقى بترك الوظيفة وفكر ببيك بعتك العافي بضلة عافيك ممكن سوال إذا ما فيه زعاش؟ بضل كنت عندي المختار عم اسأل عن منتي نصحني اسأل عنا بالسوق هو بعتك لعندي؟ لا، قالي اسأل عنا بمحليت وتكاكين سألت كتير مأخد جواب من حدا البنت من الجبال؟ البنت غريبة عن جبال اسمها نسرين هل اسم دارج هالقيام انا بعرفلي شي خمسة ست بها الاسم بنت تقريبا من جيلي طولة تقريبا لهون شعر أسود عيون عسليات بيضة هيك يعني انت لعمصتش عليا تركت البيت لها لقبع ما رجعت اختك لا بنت عمك بنت خالك لا طب تعرف اسم الكامل نسرين أمين سلمان حبيبتك ليس هيك تجاوبني بامني اعرف اذا شفتها او عرفتها مغروم فيها نعم تعرف عننا شي اذا البنت اللي عم فتش علها اسمها نسرين سلمان هاده بنت طيبة وعقلة وإدمية ولو فيك خير ما تركتك هي اللي عم فتش علها نسرين سلمان هاده هو اسمها نسرين سلمان عمو المعروف معي اللي وين بقدر شوفها وين ممكن لقيها الواحد منكم بزعل حبيبته وبعداني بيركت وراها تغراضيها بس هالله شو نفع فات القوان مش أنا اللي زعلتها ولا في قوة تفرق بنيتنا نسرين هيشلاني من الظلم هيشلاني ضايعا مشرده بترشاك بوس ايدك رحم عذاب ورحم عذابها دلني هيوان أعطيني عنوانها عمو المعروف قلت لك فات القوان بيني وبيني ما في قوان ولا في زبان أنا ونسرين قلب واحد وروح واحدة يخسارتك خوافتك لئي اخسارتك لئي اخسارتك